بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم متتبعي الكرام على قناتي ساميرا كويزين كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير و بصحة جيدة ان شاء الله اليوم غد نقترح لكم وصفة الشيار او البوشيار الفطائر المغربية المشهورة اللي كتكون رائعة على هات الشكل كتجي ما بين السفنج والمخنفر او المخمار كتجي رطباء وخفيفة ومسفجة كتجي رائعة ودهبية على هات الشكل كنقدموها اما في الفطور ديال الصباح او في القوتي كتجي فلاشية فكتجي سهلة في الطريقة ديال التحضير ديالها كتجي خفيفة ومسفجة كما كتشوفو فكنتمنى يربي وصفتنا اليوم للاعجب ديالكم اكيد لعجبكم الفيديو ما تبخلوش علي بوضع اعجاب والاشتراك في القناة كذلك تبرتجي والوصفة مشكورين مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائدة الجميع ونبدأوا على بركة الله في استعراء المقادير مع طريقة التحضير نحتاج العجين 500 غرام من الفارينة او من الفورص دقيق ابيض 250 غرام من دقيق سبيسيال او دقيق الفينو نصف ملعقة كبيرة من السكر حبيبات ملعقة صغيرة او ملعقة شاي من الملح نصف ملعقة كبيرة من الخميرة فورية او خميرة الخبز بالنسبة لي ان شاء الله اليوم سنستعمل العجانة الظروف خارجة على الارادة الايدي ديالي مش كيت عليكم كتب جعني واحد شوية والعجين ديال الشيار كي بغيد ليك فسنحاول نتفادى اي مجهود نديره بالايد ديالي وستعمل العجانة اكيد اي اخت بغاد تعجن بيدها كي يكون احسن لان العجين صراحة باليد كي خلينا نحسوا بالملمس ديال العجين كيفاش خص يكون هادي ناخد جميع المكونات هادي نوضعها في العجانة بعد اما غربلت اكيد الدقيق اضفت الملح والسكر والخميرة المعجونة وغلا نبدأ نضيف الماء الدافئ بالتدريج والعجانة خدامة على واحد السرعة في الاول كتكون سرعة قليلة ومن بعد مني كتشكل عندي العجين كن نعلي السرعة ديالة العجانة كذلك هادي نحاول نكتب ليكم او نعطيكم شحال في النهاية ديال العجين شحال خدامني بالضبط ديال الماء فهنا عملت ايطرو ديال الماء ومن بعد نحسب شحال تبقى عندي في القرعة ديال الماء الدافئ فضروري العجينة ديال الشيار باش كتعطينا واحد نتيجة كيجينا الشيار مسفج وخاوي من الداخل فضروري خص يكون مدلوك على حقه وطريقه مني كنخدمو بيديا كنعجنو مزيان كتكون عندي في الاول العجينة قاسحة يعني متماسكة من بعد كنبقى كان بلكت كتولي كترتق وأنا كنضيف الماء بشوي بشوي تكتولي عندي واحد العجينة تقريبا كتشبه العجينة ديال السفنج وهدك هو القوام كيما كتشوفو بعدما خدمت عندي العجينة واحد عشر ديال دقايق هذا هو الملمس ديال العجين انا حاولت نخدمها شوية بيدي باش كنحس بالعجين كيفاش خاصه يكون لانه انا صراحة مولفاش نخدم بالعجانة مولفا نخدم بيدي كنحس بالعجين راه خفيف كيتلسق في اليد ولكن باقي فيه دكتاليكة ديال العجين يعني باقي مطاطي سوفي غادي نجمعها كدايا وغدا نغطي عليه بالفيلم أليمونتير ونخليه يختمر ما بين عشر حتى العشرين دقيقة على حسب الحرارة ديال الجو والمهم كنغطي عليه ونخليه حتى كيتضاعم في الثلاثة ديال الأضعاف وكنرجعه على بركتي الله نخدمه شيار ديالنا فالمعروف على الشيار كيختمر مرة واحدة سوف نفرغ منه ذاك الغاز اللي تكون ببع الخميرة ونستعن دائما ندهن إيدي بالزيت النباتي وكان بدا ناخد من العجين ونشكل منه كورات على هاد الشكل فبنسبة للحجم ديال الشيار فانتو ما عندكم حريات الاختيار ممكن تديروه كبير او صغير او متوسط في الحجم سوف ندهن واحد صينية وبدأ نحط فيها الحبات انتاع الشيار على هاد الشكل ونستمر حتى كنكمل العجين كله كنشكل منه كورات على هاد الشكل فاذا كنتو كتزوروا القناة الاول مرة فكنقول لكم مرحبا بكم ما عليكم مرد دعمونا بالاشتراك تتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصل لكم جديد الفيديوهات وكنسأل الله تعالى اننا نكونوا دائما عند حسن ظنكم هذه الكيمياء اللي حصلت عليها ومباشرة كنبدأ كنقرس اما كنستعنو بالبابي سولفريزي هكي في سطح العمل تنقن ورق من فوقه او تنقرس غير ما كنقرسوه هاش تكون رقيقة بزاف كلها السمك اللي كيكون متوسط لانه باقي غادي تكون في المقلة وهدي تزيد تنفخ واحد شوية يبدو يتنبل لها الوجه وكيكونوا فيها فراغات في الوسط فهذا هو السمك فالطريقة اللي كتكون سهلة مع المبتدئات ومع الكل فهي هادي اللي كناخدو الورقة دي السولفريزي من التحت وكنقلبو الوجه دي الشيار في المقلات اللي كتكون عندنا سخونة ونكونو دهنها بوحة الكيمياء كتكون قليلة تعد الزيت كنحاول ننقدلي هالوجه ما امكان باش كيكون عند هالشكل ديالها دائري كرش برششات او قطرات فقط من الزيت النباتي او زيت المائدة وما كنقلبها حتى كتبولي عندنا الوجه ديال الشيار على هات الشكل كيبولي دير ان كنقولو الوجه ديالها كيبولي منبل او دير فقاعات نتع الخميرة هذا دليل على ان الشيار ديالنا غيجي لدخل دياله مسفج وخفيف وارطب وناشف ناصيحة تانية ما تديروش كمية كبيرة ديال الزيت احنا كنديرو غير قطرات باش كيكون الشيار ديالنا دهبي في الوجهين بلا ما يشرب لينا الزيت سوف يمنك تطيب من الجهة التانية كنحدفها ونستمر كانا اعتقد هاد المرة هادين هزلكم بدون استعمال الورق ديال الطبخ الطريقة اللي جاتكم سهلة كتستعملوها دائما تندهن بالزيت خاصة اليدين انا قلبت الشيارة في اليدي ديالي وهزيتها على هات الشكل كنعاود نقرسها في المقلاة واحد شوية ونخليها تانية حتى كدير دوكل فوقعات في الوجه عاد نقلبوها كتلاحظو طريقة ديال الشيار فكتكون ماشي بحال البطبوط غير نحطوه كنقلبوه مباشرة باش كيدلينا كيتنفخ كله وكيجي خاوي من الدخل فبنسبة للشيار فالعكس ديالو كنخليه حتى كيطيب يعني كيتحمر من الوجه الاول وكيدلينا واحد فوقعات كتار في الوجه عاد كنقلبوه للجهة التانية يعني ما كنحتجوش باستمرار انا نقلبوه على الجهتين صافي كنستمر هاكا كنبدا نحركو حتى كياخد واحد اللون كيكون محمر او دهبي وكن حدفوه يعني ما كياخدش وقت طويل غير من الاحسن انكم تديرو النار اللي كتكون متوسطى كنسخنوا في الاول النار على المقلة حتى كتتخن من بعد كن مهلو النار باش كيكون عندنا شيار كياخد وقتو كيدر دوك الفقعات او دوك النبيلات او البابل كل واحد ش كيقول لهم تيدر دوك النبايل على الوجه ديالو في الجناب ديالو كنعرفو بانه ورا صافي رات حمر من تحت وكنقلبوه انا غادي نقرس معكم هدا بحالة قرصتها في القصرية يعني في الصينية تكون دائما طريقة سهلة كناخدها في ايدي وكنديها مباشرة للمقلة كنحاول نقضها ما امكان في المقلة ارتواني كنقض لها الوجه شوية وكنخليها باش كتطلع الخميرة ديالتها وكنتبان ديك الفقعات في الوجه طريقة كتكون سهلة جدا كنتمنى انها تجربوها ان شاء الله وتعجبكم وكنستمر حتى كنكمل الكمية اللي عندي كاملة على قوت الله اكبر كبيرة والحمد لله كثيرة كنصحكم انكم تجربو الوصفة ديالت الشيار لانه صراحة كيجي زوين كيجي ناشف ما فيش الزيت بحال يعني بحال فطائر الاخرين كيجي مسفج وخفيف وارطبء في نفس الوقت كيجي عندو داك اللون الدهبي لانه ما كنتستعملوش هو فيه كيمية كبيرة ديالت الزيت غي دهينات او رشيشة خفافين باش كيتحمر ليه الوجه الول وجه الثاني صافي وكنحطوه بصحة والراحة كيتقدم مع قاتي او مع قهوة في الفطور ديال الصبح او في الفطور ديال العشية او حافوان في القوتي فكيجي غزال بزاف يعني من واحد الفطائر اللي كيكونوا ساهلين في الطريقة ديالتحضر ديالهم ما عليكم غير تديرو العاجين يكون ان شاء الله مدلوك ومرتاح الوقت الكافي وكيكون عندكم وحد الشيار اللي كيجي خفيف ومسفج ورائع رطب من داك شي رفع هذي نستمر حتى كنكمل ونطلقوه في الشكل النهائي ديال الطبق ديال الشيار هو الشكل النهائي ديال الشيار ديالنا قدموه سخون بسحة والراحة نديرو لي واحد الكيميه ديال العسل باش نقدموه مع زبدابل دية انا استعملت العسل الحور ونتوفرتو على العسل العادي كيكون كدلك مزيان فنقدموه بسحة وراحة مع برداء الاتاي او مع القهوة على حسب الرغبة في الفطور ديال الصباح او في القوتي فكيجيش هو منه على هات الشكل كانت مني يا ربي انا وصفتنا اللي امتنا الاعجاب ديالكم الى عجبكم الفيديو ما عليكم غير تخليونا لايك اشتراك كذلك في القناة وتبرتجي والوصفة مشكورين مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل باش تعمل فائدة للجميع ما بقى اياه في نهاية الفيديو اننا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية ونقولكم تهلا وفريوسكم ونشكركم جزيل شكر لاي شخص خدا من الوقت دياله وتكرر مكتب ليها كلمة طيبة في التعليقات فنقولكم الهلا يخطيكم عليها وشكرا جزيلا وجزاكم الله كل خير هذا هو الشكل اللي يلمخ الشيار من الداخل كيجي مسفج وخفيف بحالك ناكله سفنج بحالك ناكله المخنفر كيجينا شف نفس الوقت رطب وخفيف وبصحة وراحة شيواتكم الى المنتقى في فيديو قادم بإن الله مع السلامة شكرا جزيلا